محلياً عرضت رابطة أسادزة التعليم السنوي الرسمي مطالبة لوزير التربية لياس بوصعب منهم قضية المتعاقدين وموضوع السلسلة بكرة منقول والله لا كل مستوى بالتعليم الرسمي عبينضرب مين عم يضربوه الأسادزي عم يضربوه؟ والله السياسات اللي موقفة توظيف بالدولة وموقفة نوعية التعليم ومفقرة وزارة التربية كانت موازنة وزارة التربية ربع الموازنة العامة هلأ موازنة ما بتتجاوز 6-7% لأبنية مدرسية لتجهيزات لمباراة مفتوحة بشكل دائم ومستمر مأساة عم بيعشوها المتعاقدين مأساة بكاملة ما بيسوى تنترك الأمور بهالشكل الحصول على جواز السفر عم بيستير تجارة رائجة بأوروبا للأغنياء فقط مئات الأثرياء حول العالم عم بيتقدموا بطلبات لجوازات السفر المالتية منهم بطل فورميلا وانسابة عضو عائلة حاكمة بالخليج ولاعب كرة قدم من أمريكا الجنوبية فالجزيرة اللي كانت عم بتعاني من مشاكل اقتصادية أخيرا عم بتقوم ببيع جنسيتها مقابل 880 ألف دولار نقدا ونحو 600 ألف دولار بالاستثمارات لتجذب أموال الأجانب الأثرياء جنسية مش بس بطاعة الحق بالسفر بحرية بكل دول الاتحاد الأوروبي لكن أيضا بالعيش والعمل بأي دولة بالاتحاد فضلا عن السفر بدون فيزا لأكتر من 60 دولة أخرى منهم للولايات المتحدة هالخطة بتشترط الإقامة بالجزيرة لمدة سنة واحدة على الأقل لضغوطات من المفاوضية الأوروبية يلي أيضا طالبت بدرس الطلبات بدقة وهالمشروع عم بتقوم بإدارته شركة هنلي أند بارتنرز البريطانية يلي بتحدد أنه هو فقط موجه للأثرياء هيدا بوقت المهاجرين الفقرة يلي وصلوا على الجزيرة بالسنوات الأخيرة عم يشتغلوا ويدفعوا درايب دون الحصول على الجنسية ومع أنه مفاوضية العدل بالاتحاد الأوروبية بتناقض هالنوع من المشاريع إلا أنه الواقع بيقول أنه بيع الجوازات عم بيصير يوم بعد يوم تجارة رائجة للدول الأوروبية موسيقى